السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية نفع تشكشفه عناصر مصالح الأمن الوطني بالرشيدية رصدت إعلانات منشورة على صفحة مواقع التواصل الجماعي تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانها من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشبه فيهما وإيقافهما وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة وفعلا تم حجز 24 سماعة لاسلكية دقيقة وعشرة أجهزة من نوع فيبرو علاوة على 521 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية داخل منزل أحد المشبه فيهما وتم إخضاع المشبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحدث كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر نتمنى النجاح لكل ممتحنين والممتحنات الذين يكدون ويجتهدون من أجل الوصول إلى هذه الشهادة وأن تكلل جهودهم بما يتمنون إن شاء الله رب العالمين إلى هنا ينتهي الفيديو شكرا للمتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة